متابعي قناة النهار لإخباري الأولى في الجزائر هل بكم مشاهدين العدد جديد من برنامج تسألات خلال عدد اليوم مشاهدين سنتطرق بالحديث والنقاش عن المجلس الأعلى للشباب كيف سهم منذ تنصيبه في التكافل بانشغالات فئة الشباب في المجتمع الجزائري وبعد تنصيب اللجهة الخاصة بأعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى أين وصلت الأشغال نقاط وأخرى مشاهدين نناقشها بحضور ضيوفنا ونسعد بصدافة كل من السيدة أمينة أماني لبيض رئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس الأعلى للشباب مساء الخير مساء الخير عليك مجدا وعلى مشاهدي قناة النهار شكرا لك كما نسعد كذلك بصدافة سيد عبد الحليم بن بادة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب مساء الخير مساء النور أستاذة مجدا تشرف بحضوري معك شكرا جزيلا لك استهل الحديث معك عبد الحليم بن بادة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب المجلس الأعلى للشباب منذ تنصيبه كيف سهم لحد الساعة في التكفل بين شغالات فئة الشباب اليوم باعتباره قوة في المجتمع الجزائري على أكثر من صعيدها بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة دون مجلس الأعلى للشباب منذ يوم تنصيبه بتاريخ 20 جواء 2022 من طرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا استمر أو عقد عدة فعاليات أو أنشطاء الهدف منها سماع لمختلف انشغالات ومشاكل الشباب الجزائري تون على مستوى مركزي أو على مستوى محلي عن طريق لقاءات شبابية المركزة التي تم عقدها في 58 ولاية بالإضافة إلى ممتليات ست ممتليات دبلوماسية خارج الجزائر كما تم عقد العديد أو العشرات من لقاءات شبابية البلدية عبر مختلف بلديات الوطن كل تلك اللقاءات انفتق عنها مجموعة من الانشغالات التي رفعها الشباب الجزائري تم العمل على تكفل بالعديد من الانشغالات التي كانت على مستوى محلي سواء بالتنسيق مع زملاء أعضاء المجلس على مستوى الولايات وأما الانشغالات التي كانت لها بعد وطني فقد تم مراسلة مختلف الجهات المعنية بها سواء كانوا قطاعات حكومية أو مؤسسات عموية مختلفة من أجل تكفل بانشغالات الشباب كما قمنا ببلورة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتوصيات الخاصة ببعض المشاكل التي قمنا بطرحها على مختلف الوزراء المعنيين أثناء لقائنا بهم في إطار لقاءات دورية مع السادة الوزراء طيب لما نتحدث عن نقطة جد مهمة عبد الحليم بن بادة فيما يتعلق بانشغالات الشباب ومدى التجاوب معها هل فيه تجاوب من قبل القطاعات المعنية وحتى الجهات المعنية بتكفل بجملة الانشغالات رح نتحدث عليها ما هي أهم انشغالات اليوم الشاب الجزائري في بلاديته وفي ولايته بطبيعة الحال أن أغلب الانشغالات اللي لمسناها من خلال لقاءاتنا مع الشباب عن طريق مختلف الفعالية اللي نظمناها هي كانت طبيعة الحال متعلقة بالعمل متعلقة بالسكن متعلقة ببعض المشاكل الشخصية اللي يعني منها الشاب الجزائري ربما نتيجة بعض ممارسات البيروقراطية يمكن نقول أنه من خلال تجربتنا في رفع تلك الانشغالات يوجد نوعا ما من بعض صعوبة في حل حلة تلك المشاكل لعدة أسباب بعضها يمكن القول أنها تحتاج إلى قرارات ربما من جهات متعددة لا يمكن الميسا على الشباب أنه يدخل فيها أو يفصل فيها لأنه كما تعلموا أن الميسا على الشباب هيئة استشارية استشارية صحيح نعلم أن الدستور الجزائري نص على عدة مؤسسات الدولة الجزائرية توجد عندنا سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية والإضافة إلى مؤسسات رقابية ومؤسسات استشارية المؤسسات الاستشارية وأغلبها لنص عليها الدستور موضوع تحت وساية سيد رئيس الجمهورية مباشرة هدفها تقديم مختلف الاستشارات عن طريق الآراء والاقتراحات والدوصية من أجل العمل حتى تكون فيه نوع من تبادل خبرات، تجارب في مجال شباب وتعاونهم واضحنا أكثر ما هو دور هذه اللجنة العلاقات الدولية والتعاون في المجلس الأعلى للشباب بمعنى اليوم، الاهتمام ليس بانشغال محلي، لكن ممكن انشغالات حتى للشباب الجزائري مقيم خارج الوطن شكرا مجدى، دايما ما نقول مجدى بالشباب الجزائري جزائري أينما كان داخل الوطن أم خارجه ونلتمس في شباب الجالية حب كبير للوطن ومواطنة كبيرة وارتباط عميق بأرض الوطن وهذا الشيء شفناه إذا نقدر نعود بك إلى الوراء لما كان المجلس الأعلى للشباب يعمل على سياغة رؤيته ونقدرنا مجموعات شبابية مركزة مع شباب داخل الوطن وأيضا في ست مماتلية دبلوماسية خارج الوطن إن كنا نعملو على رؤية المجلس شفنا بالشباب من أول ما سمع بالمجلس الأعلى للشباب حتى لو ما كانتش متبلورة جدا فكرة المجلس الأعلى للشباب التف حول المجلس وجاءوا وساهموا وإلى يومنا هذا يساهم دائما شباب الجالية في مختلف نشاطات المجلس سواء كانت متعلقة مباشرة بهم أو كانت نشاطات على أرض الوطن إذن أقول أن لجنة التعاون العلاقات دولية عندها دورين أساسيين دور الأول هو تنمية تحس الارتباط مع الوطن لشباب الجالية ثم تانيا في نفس الشق مساهمة شباب الجالية في تنمية الوطنية وهي ليست مجرد شعارات رنانة نرددها ولكن شباب الجالية اليوم يحب يساهم في تنمية الوطنية سواء بمشاركة خبراته سواء بمشاركة أفكاره أو حتى بالعودة على أرض الوطن لأنه ما نقدرش نقوله بلي شباب الجالية يساهم في تنمية الوطنية فقط إذا عاد إلى أرض الوطن لكان الشاب هذا مقيم في الخارج وعنده ارتباط كبير بالوطن ويمكن أن يساهم بخبراته فهذا مرحب به أيضا ثم الشق الثاني للجنة التعاون العلاقات الدولية وهو تشبيك العلاقات مع الهيئات الدولية والدعم الديبلوماسي الشبابية لأنه تمسنا فيه الشباب الجزائري حتى قبل المجلس الأعلى لشباب وهيكلته مشاركات دولية عديدة لليوم تتعزز في إطار المجلس الأعلى للشباب أين يساهم ويشارك المجلس الأعلى للشباب وأعضائه حتى الشباب الجزائري تحت غطاء المجلس الأعلى للشباب في مختلف النشاطات الدولية وانشفنا بلي الشباب فعلا قادر على أنه يمثل الجزائر في المحافل الدولية سواء كانوا شابات أو شبان يروحوا على السعيد الدولي ويبهروا العالم ونتلقوا عديد التناء من طرف كنا نتلقينا من الأفريكين يونيون اللي هو الاتحاد الإفريقي أو عديد الهيئات الدولية تناء على الشباب الجزائري اللي تكون عندهم مشاركة جد فعالة طيب هل من أمثلة على تعاون اليوم بين الشباب الجزائري اليوم المقيم في أرض الوطن والشباب الجزائري الره مقيم نقدر نقول أبناء الجالية الوطنية ما هي مجالات التعاون اليوم بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب بين شاب الجزائري مقيم داخل الوطن وشاب مغترب أمتاز نحن في المجلس الأعلى للشباب وخاصة في لجنة تعاون العلاقات الدولية قمنا بعديد من النشاطات كنا بدينا من المجموعة الشبابية المركزة ثم نبتق عليها رؤية المجلس الأعلى للشباب نبتق عليها البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب وبخصوص الذكر البرنامج السنوي للجنة تعاون العلاقات الدولية فتحنا الحوار مع شباب الجالية في عديد من الجلسات كنا مثلا نعملنا على استفادة من خبرة شباب الجالية مثلا المقيمة بفرنسا جبنا تجربة رائدة على المستوى الدولي والتي هو التعليم بالتنوب في الجامعات اللي راح نعمله على التعليم بالتنوب على المستوى الوطني إن ساهم شباب الجالية لمدة أكثر من أربع شهر أقول في بلورة مقترح قانوني كيفاش نقدرون ندخلوا هذا السيستام دالترنانس في الجزائر هذه أحد الأشياء اللي ساهموا بها نذكر أيضا مثلا أحد نشاطات اللي قمنا به وهو استثمار شباب الجالية داخل الوطن إذن فرص استثمار شباب الجالية إن فتحنا ندوة افتراضية مع شباب الجالية ليشاركوا فيها خبرات عديدة من داخل وخرج الوطن أيضا وين تبادلوا الخبرات ما بينهم وين قررنا أن نفتحوا مجموعة تفكير دائمة سرية المفعول الآن لتحسين بيئة الاستثمار لشباب الجالية على أرض الوطن أيضا يساهم شباب الجالية ويشارك أقول لشباب الجالية في مختلف نشاطات المجلس أين يتبادلون التجارب مع شباب المجلس وشباب المقيم في الداخل تبقى دائما الحوارات مفتوحة مع شباب الجالية في مثلا الدراسات اللي نعمل عليها لأنه دائما ما نقوله بأن المجلس على الشباب صحيح راه يعمل على تمكين الشباب الجزائري داخل وخرج الوطن ولكن أيضا يعمل على دراسات داخل المجلس أن ينقل انشغالات شباب الجزائري لأنه دورنا لا ينقصر فقط على نقل انشغالات الشباب لأنه الانشغالات معروفة وكل شباب الجزائري يعرف انشغالات الأهم بالكل هذا هو كيفية تتكفل بكل هذه الانشغالات أكيد إذن اليوم داخل الليجان المتخصصة في المجلس الأعلى للشباب نعمل على الدراسات لحل هذه الانشغالات أذكر مثلا أحد دراسة في لجنة تعاون علاقات دولية وهي فتح وإعادة تفعيل المراكز تقافية في المماتليات الديبنوماسية لتعمل على ربط الشباب الجالية بالداخل ونفتحنا الحوار أيضا مع الشباب الجالية باش نلقوا حلول لهذا الأمر نعمل أيضا على التواصل ما بين الشباب في الخارج والداخل واللي هو يعود ويصب في سؤالكي مجدا واللي نعمل كشباب جالية وشباب مقيم بالداخل على ربط أصل التواصل ما بين هذا الشباب وكيفاش نحسن هذا التواصل اللي راه مبيناتنا ودراسة الثالثة والآخرة اللي هي هجرة الكفاءات وكيفاش يتم الحد منها بالطبع يتم الحد منها أو على الأقل نقوله التقليل من أثار هجرة الكفاءات على التنمية الوطنية شاب جزائري كبر وتربى في بلاده في الجزائر لكن للأسف الشديد عفوا لما تفتح لأفاق وفرص أخرى ببنقيقة وقتها يغادر بلاده من الأفضل أن بلاده هي أولى به لو يتم توفير كل هذه الإمكانيات أكيد اليوم الشاب الجزائري رح يبدع داخل بلاده وهذا أكيد ما يسعاليه المجلس الأعلى للشباب هو كيفية الحفاظ على كفاءتنا في بلادنا الجزائر أستاذ عبد الحليم بن بادة لما نعود للزيارات التي تقوم بها مع سيد رئيس المجلس الأعلى للشباب سيد مصطفى حيداوي من خلال اللقاءات الشبابية في عدد من ولايات الوطن ما هو أبرز انشغال لدى الشاب الجزائر اليوم في كل اللقاءات لجمعتكم في عديد ولايات الوطن كما قلت الأهتمام أنه أهم انشغال لتكرر في أغلب اللقاءات تقريبا هو مشكل البطالة ومشكل العمل ونحن في المجلس الأعلى للشباب نعمل على مقاربة أنه نسعو طبيعة الحال الجاهدين اللي نبحثوا على حلول لهذا المشكل العويس لعانهم من الشاب الجزائري كذلك نسعو إلى نشر تقافة أخرى للفكر المقاولة وإنشاء المؤسسات الناشية نحن نشجع لأنه الطالب الجامعي المتخرج يجب أن يرتقي فكره إلى فكر إنشاء مؤسسات الناشئة وولوج عالم المقاولة وأن يكون خالق لمنصب شغل بدل من أن يكون باحث لمنصب شغل طبيعة الحال هذا الأمر يطلب عدة إجراءات والدولة الجزائرية يتقوم بتوفير مختلف الآليات الإدارية والقانونية التنظيمية الكفيلة بهذا الأمر عن طريق إحداث شهادة مؤسسة الناشئة عن طريق خلق الكثير من الحاضينات على مستوى مختلف الجامعات الجزائرية عن طريق مثلا وكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولة يعني كلها إجراءات تم اتخاذها من طرف الدولة الجزائرية لدعم ولوج شباب الجزائري لعالم المقاولة وانخيراته في الدينوكية الجديدة للدولة الجزائرية طيب نقطة أخرى كذلك لما نتحدث عن التكفل بانشغالات الشباب عن طريق أنه اليوم المجلس الأعلى للشباب باعتبار هذه الهيئة الاستشارية لما يكون فيه زيارات لعدد من ولاية الوطن أكيد ستكون فيه تقارير عن وضعية الشباب في كل ولاية هل تعتقد سيد بن دادة اليوم بأنه العمل على التكفل بانشغالات هذه الفئة مرتبط بدرجة أولى بضرورة أنه تكون فيه سيئة تواصلية ما بين عديد من القطاعات حتى نصل إلى حل هذا الانشغال وتكفل به في نفس الوقت نعم أنه كذلك أشير إلى الملاحظة التي قد رصدناها في أغلب لقاءتنا أنه الانشغالات نسبة 70% انشغالات محلية وليس دات بعد وطني يمكن أن يطلب تدخل على مستوى هذا الأمر قد أتار انتباهنا إلى ضرورة خلق باب للحوار والتواصل بين السلطات المحلية والشباب على المستوى المحلي لأنه الكثير من الانشغالات ليرفعها الشباب التي تلقيناها من خلال لقاءات شببية البلدية هي لقاءات كان يمكن تكفل بها محلياً أو كان يمكن إصال بعض المعلومات فقط لشباب المعني بها من أجل التكفل بها هذا النقطة اللي لحظتوها خلال زيارتكم وخلال لقاءات شبابية على مستوى عديد من ولاية الوطن نعم بطبيعة الحالية بعضها متعلق بعملية تسوية بعض الملفات خاصة مثلا باستثمارات خاصة مثلا باستثمارات خاصة مثلا باستثمارات توظيف محلي وما إلى ذلك يعني مشاكل محلية أو مشاكل من الشباب الجزائري من طرف إدارته التي يعمل فيها وما إلى ذلك طيب عبد الحليم وأماني وكذا مشاهدنا نتوقف عند فصل نشهر ومن ثمنا نعود ابقوا معنا تقرب للصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب نعود مشاهدين للاستكمال نقاشنا مع كل من آمن أماني لبيض رئيسة لجنة تأل على قدر الدولية والتعاون بالمجلس الأعلى للشباب وكذا عبد الحليم بن بادة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب نمر الآن لآمنة أماني لبيض لما نتحدث عن المجلس الأعلى للشباب تحدثنا قبل الفاصل على كيف يمكن للمجلس الأعلى للشباب أن يساهم في تكافل بانشغالات هذه الفئة على اختلاف انشغالاتهم نتحدث الآن هنا نقطة جد مهمة أمنا في اعتقدك اليوم المجلس الأعلى للشباب كيف بإمكانه كذلك أن يجعل من الأفكار وكذا الاقتراحات التي قدمها الشباب تكون قوة حقيقية اليوم يستفاد منها في عديد من المجالات ما هي الأليات التي اعتمدها المجلس حتى يجعل من كل هذه الأفكار أنها تكون قوة يستفاد منها المجتمع الجزائي نحن في المجلس الأعلى للشباب ودائما ما نقول هذا أن المجلس ليس مجلس 348 عضو ولكن مجلس كل الشباب الجزائري ننفتح اليوم على كل الشباب الجزائري بش يساهم بأفكاره في إيجاد حلول لهذه الانشغالات التي تطرح اليوم تحت إطار ديمقراطية تشاركية اللي نحن اليوم نؤمن بها مش نردها فقط ننفتح على كل الشباب الجزائري أعطي مثال مجموعة المخيمات الصيفية اللي كنا درناها لشباب كانت متخصصة معنونا إذن عملنا مع طلبة التكوين المهني لتحسين أوضاع طلبة التكوين المهني أنه دائما ما كنا نقدر أن قلوب اللي الحب هذا لو الشاب يكون مشرك في إيجاد حلول لأنه ما نقدرش نهدر على شباب في غياب شباب وكان لسنوات شباب مغيب عن الساحة إن يقرر الكبار كبار السن عن هذا الشباب لكن اليوم شباب موجود في إطار المجلس أهل الشباب في إطار فتح الحوار مع هذا الشباب يقترح أفكاره ويساهم في بلورة حلول هذه من جهات وما من جهات تانية كنا اكتشفنا كمجلس أهل الشباب من خلال احتكاكنا بشباب الجزائري ومشي بالاكتشاف ولكن بالتأكيد على قدرة شباب الجزائري وعلى إبداعه إنه شبب اليوم ما يستناش من الدولة إنه هي اللي جي تمكنه ولكن عديد شباب الجزائري ممكن وعنده أفكار وهو أصلا في حديداته قوة اقتراح اليوم واجد بشين هض بالوطن وهذا ما التمسناه من الشباب في مختلف المخيمات الصيفية اللي قمنا بها كنا درنا واحد للنوادي الجامعية إن عملنا على تحسين إطار القانوني للنوادي الجامعية وهو تقرير سيسلم لسيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى صناع المحتوى واللي هي فئة جد مهمة ولا طالب ما نظن كانت مهمة شاء قليلا في المجتمع ولكن اليوم صلت المجلس الأعلى للشباب الضوء على صناع المحتوى وكيفاش نقدروا نحسنوا من أوضاعهم وكيفاش نقدروا نقننوا هذا الفضاء اللي راهوا كبير جدا واللي يقدر يكون أن دانجي على الاسوسيتي إطان الجغيان ولا الاسوسيتي على الانترنشونال إذن قلت أن المجلس أولا ينفتح في الحوار على هذا الشباب ثم تانيا يعمل على تمكين الشباب الجزائري إذن إحنا كشباب أعضاء مجلس على الشباب لم نكن نتاج خيرة أبناء الوطن ولكن كنا نتاج ديمقراطية خرجوا منها مجموعة من الشباب من مختلف ربوع الوطن اليوم عندنا إحنا أيضا فرصة أن نتكونوا في إطار المجلس الأعلى للشباب وننفتح على الشباب الجزائري أيضا لنتكون مع بعضنا باش نكونوا شباب ممكن يعني باش لما يسلم المشعل ليا الشباب يكون الشباب قد المسؤولية ويقدر يقدم لوطنه ثم كنت نقول في سياسة تمكين المجلس ليا شباب التمكين ما يكونش في مجال واحد ولكن يكون في مختلف المجالات إذن تمكين الاقتصادي للشباب التمكين السياسي للشباب والتمكين الاجتماعي للشباب إلى غير ذلك كنا فيه أول نشاط خرجنا فيه كمجلس أعلى للشباب قبل هيكلة المجلس الأعلى للشباب وفي إطار تعارف عداء المجلس مع الشباب الجزائري ومع بعضهم درنا منتدى شباب الجزائر في طبعته الأولى اللي كان عنوانه التمكين السياسي والاقتصادي لشباب اللي يقدر يكون شيء جديد على الطابع اللي كان يعتمد في النشاطات اللي كانت لفائدة شباب الجزائري واللي ما عندناش بزاف كنا درنا الطبعة الثانية منه اللي نفتخر جدا بها اللي حضرها أكثر من 850 شب جزائري بين مختلف ربوع الوطن اللي كان أيضا عنوانه التمكين السياسي والاقتصادي للشباب واللي يبرز بالشباب الجزائري اليوم يا إما ممكن يا إما جاهز لكي يكون ممكن سياسيا واقتصادي وخلق البيئة المناسبة والفضاء المناسب لهذا الشباب الجزائري حتى يبدأ طيب عبد الحليم بن بادن مروا الأن النقطة فيما تعلق بتنفيذ المخطط الوطني للشباب إلى أين وصل خاصة بعد تنصيب اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب لكن بداية ما المقصود بالمخطط الوطني للشباب المخطط الوطني للشباب هو تجربة أولى قد تم اعتمادها من طرف الحكومة الجزائرية في سنة 2020 تحت إشراف وزارة شباب ريط مخطط الوطني للشباب تم سياغته وإعداده من طرف لجنة قطاعية وزارية مشتركة مكونة من 22 قطاع وزاري ومؤسستين استشاريتين تحت رئاسة وزارة شباب والرياض يهدف هذا المخطط الوطني للشباب إلى خلق سياسة عمومية موحدة لصالح الشباب الجزائري يتكون هذا المخطط من خمس محاور يتم العمل عليه أدنى محور التربية والتكوين وتعزيز القدرات محور التشغيل والمقاولة والابتكار أدنى محور الولوج للتقافة والرياضة والترفيه محور المواطنة وتطوع والمشاركة في الحياة العامة ومحور الإعلام والاتصال والبحث العلمي هذه المحاور الخمسة تتنبتق منها 22 نتيجة أو هدف يتم تحقيقها من خلال 78 نشاط عملي تتذافر فيه جهود 22 قطاع ويزيري هذا المخطط وطن الشباب مدة تنفيذ تاعه تم رسمها سوف تكون من سنة 2020 إلى غاية 2024 يعني قد تبقى سنة لنهاية هذا المخطط أو هذه التجربة هل حقق أهدافه على مدار سنوات السابقة؟ المجلسة على الشباب يعني باعتبار أنه أهم صلاحي منه حالي من خلال المرسوم الرئاسي 21-416 هي تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني الشباب سيد رئيس المجلسة على الشباب بادرة بتشكيل لجنة خاصة مكلفة بعدات تقرير الأول لتقييم المخطط الوطني الشباب يوم 2 سبتمبر هذه اللجنة قامت بعقد عدة اجتماعات خاصة بمباشرة عمل التقييم كما تم مراسلة مختلف القطاعات الوزارية عن طريق سيد الوزير الأول من أجل موفاة المجلسة على الشباب بحصيلة تنفيذ قطاعاتهم للمخطط الوطني للشباب العملية توشك على نهايتها وسوف يتم عرض تقرير الأول إن شاء الله يوم عقد الجمعية العامة القادمة يوم 26-27 ديسمبر من أجل المناقشة والموسادقة يمكن القول أن عملية التنفيذ عملية متبينة نوعا ما لأن هذا المخطط الوطني الشباب كما قلت كانت تجربة أولى أن اعترضته عدة عراقيل ربما أدت إلى عدم تنفيذ مختلف الانتزامات الواردة فيه يمكن القول كذلك أن الكثير من الانتزامات التي تضمنها المخطط الوطني الشباب قد تم تنفيذه هذه اللجنة التي شكلت لتقييم مخطط الوطني الشباب سوف ترفع توصياتها من أجل استدراك ما يمكن إدراكه في سنة متبقية يعني تبقى لدينا سنة 2024 من أجل إنهاء هذا المخطط وثم القيام بتصميم مخطط آخر للشباب طيب ما هي أبرز الأهداف التي تم تحديدها فيما تعلق بالمخطط الوطني للشباب لأنه أهداف عديدة لكن خلي نقول أبرز الأهداف التي سطرت ضمن هذا المخطط الوطني للشباب والتي تعملون على تنفيذها يوجد الكثير من الأهداف المسطرة ضمن المخطط الوطني للشباب بعدنا مثلا التمكين السياسي للشباب الجزائري وهذا الأمر اللي لمسناها من خلال مختلف قرارات المتخذة في هذا الإطار سواء من خلال تخصيص نسبة 50% في القوائم الانتخابية لصالح فئة الشباب وهذا الشيء اللي ينتج عنه وصول أكثر من 9000 شباب جزائري إلى مختلف المجال الشعبية المحلية المتخبة وكذلك إلى المجال الشعبي الوطني بالإضافة إلى منح السيد الرئيس الجمهورية قرار بتخصيص من حتى 300 ألف دينار جزائري لشباب مترشحين كأحرار أما في المجال الاقتصادي كذلك يوجد هدف خاص بدعم تقافة المقاولاتية بالنسبة للشباب الجزائري عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات وللمسناها أنها تحقت نوعا ما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لدعم التنمية المقاولاتية إصدار قانون المقاولة الداتي كذلك تخصيص ما يسمى بشهادة مؤسسة ناشئة لمتخرجين من مؤسسات تعليم العالي كذلك إنشاء حاضينات في مختلف مؤسسات تعليم العالي يعني توجد كثير من الأهداف التي قد تم تحقيق هذه من هذا المخطط وطاني الشباب كذلك من بين الالتزامات الواردة في المخطط وطاني الشباب هي تنصيب أو إنشاء الميسع للشباب هذا المخطط كما قلت تم سياقته في سنة 2020 ونصوص تنظيمية خاصة بإنشاء الميسع للشباب صدرت في سنة 2021 وتم تنصيب في سنة 2022 لهذا لا يمكن القول أن هذا المخطط وطاني الشباب لم يتم تنفيذه يعني عملية التنفيذ متباينة على حسب الأهداف المسطرة بعض الأهداف تم تنفيذه بصفة كلية 100% وبعضها تم تنفيذه بصفة جزئية والبعض الأخر يمكن القول أنه لم يتم تنفيذه بعد من ينتظر في السنة القادمة تنفيذه إن شاء الله أماني كلمة آخيرة قبل الختم ربما لسالة للشباب نقول لكل شباب جزائري اللي هم إخوتي وأخوتي بصفتي شباب جزائري نجيب من بلدية صغيرة في ولاية قسنطينا أنه حان الوقت أننا نعترف بإمكانياتنا وقوتنا كشباب جزائري ولكن في إطار بناء الدات والصعود في سلم الإنجازات والإبداعات يجب أيضا أن نعترف بمسؤوليتنا كشباب جزائري في بناء هذا الوطن الحبيب سواء كنا على أرض الوطن أو خارج الوطن إذن نقول دايما التفو حول المجلس الأعلى للشباب لهو بيتكم الدائم هو بيتنا كلنا كشباب جزائري وهو سلمنا الوحيد أو أحد السلالم التي يمكن أن نسعدها لكي نساهم في بناء أنفسنا أو في بناء وطننا الحبيب أشكرك جزيلا شكرا أماني لبيض رائسة الجنة العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس الأعلى للشباب كل التوفيق لكم إن شاء الله كما أشكر كذلك عبد الحليم من بادة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب شكرا جزيلا لكم كل التوفيق شكرا مشاهدين بهذا نصل وياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطيب المنى في أمان الله